العلماء بيشيلوا حمولة ضخمة جداً لأنه إحياء شعائر الدين وضبط الخطاب الديني وتغذية الناس بالعلم النافع وتذكير الناس بالآخرة ده أمر مش هين أمر مش سهل يعني خد بالك بيعملوا إيه العلماء العلماء بيعطوك أفضل هدية من الممكن أنك تعرفها وهي طريق الله أفضل عطية ممكن تحصل عليها وهي الجنة أفضل منحة من الممكن أنك تمنح إياها وهي كيفية الطاعة وكيفية العبادة يعني العلماء بيعملوا أعظم شيء من الممكن أن يتصوروا عقل يعني جزى الله كل علماء الأمة خير أنهم بيقوموا بيدور يعني النصح كل واحد قدر استطاعته حسب استطاعته وخدوا بالكم أنه يعني كل عالم له مريدينه وله وله محبوه وله فطبعا محاولة أنك تقول للناس اسمعوا ده ما تسمعوش ده ما تسمعوش ده اسمعوا ده ده كلام مش مظبوط وأنا شايفه بيصب لغير صالح الدعوة أساسا أو لغير للصالح العام لأنه اللي بيحبك بيحبك واللي بيكرهك بيكرهك فتصيبك من الكلام ده الأهم حاجة عندنا أنه العلماء شايلينه هم أمة هموم الدعوة هموم لا تنتهي العالم بيكون عنده حالة من حالات التركيز بأنه ينقل كلام الله عز وجل من غير تحريف أو من غير خطأ أو من غير تصحيف أو من غير لحن ينطق الآية وما أدراكم ما هو وسواس العقل ووسواس النفس اللي بيحاول أنه هو يشوش عليك الحفظ بتاعك فتلاقي أئم مكبار وعلماء كتار كلنا 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 يخطئ ويلحن في آية وأول ما يلحن في آية أو يخطأ في آية بتنهال عليه السككين وبتنهال عليه التجريحات المؤلمة ومجرد أن عالم اختلف معاك في الرأي أو أعطاك فاتو أنت مش متوقحة العالم ده بيطلع منافق والعالم ده بيطلع طبال والعالم ده بيطلع شيخ السلطان وشيخ الأطران وشيخ العلان وشيخ الفجل وشيخ البعا أنت كلام اللي هم عملين يطلعوا على العلماء بمحاول يعني شيء عجيب لمجرد أنه اختلف معاك سياسيا أو فكريا لمجرد أنه هو أنه عنده فكري غير فكرك أو هو شايف أو هو بيحب واحد أنت بتكرهه أو هو بيحب واحد أنت بتكرهه أو بيكره واحد أنت بتحبه أو ما بي يعني أو كلامه مجاش على هواك أو خلافه إيه بقى كل واحد يطلع الكلام بقى اللي أنت فهمه ويبدأ بقى كل واحد يصف حساباته مع المشايخ كما لو كان هم السبب النكسة وطبعا مش هحكي لك بقى عن بني علمان بني علمان اللي هو الطيار العلمان يعني إزاي بقى اللي هم الناس القرآنيين أو العلمانيين أو معرفش إيه أو بتاع يقلب الدنيا على المشايخ على أساس أن المشايخ دول هم سبب توقف تصنيع القنبلة النووية هم سبب نكبة الأمة العربية هم اللي اللي وقفوا المراكب السايرة هم اللي يعني كل واحد فيهم ما شافش نفسه تلقاه طبيب ما فلحش في الطب وبيلوم المشايخ على الخطاب الديني تلقاه مهندس ماكملش الهندسة وتلقاه بيلوم المشايخ على الخطاب الديني تلقاه موظف مقصر في عمله ويلوم المشايخ على الخطاب الديني يا سيدي حضرتك ياريت تشوف نفسك بس ياريتك تراجع نفسك لأن لو كل واحد فينا شاف عيوبه وشاف مشاكله حينشغل عن مشاكل الآخرين في همتنا للأرض فكل التحية لعلماء الأمة خاصة في الأيام القادمة المقبلة اللي احنا دخلين عليها اللي هي ايه خير أيام اللي لها في الأرض العشر الأوائل من ذي الحجة هتلاقوا في رمضان كل الشيوخ قاعدين في هنا في رمضان لإحياء لا لرمضان في الحج تلاقي كل الشيوخ طالعين على الحج لإحياء المناسك وتعليم الناس المناسك وإرشادهم إلى الهادي الصحيح